وعلموا أن الله شديد العقاب إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافعة أجر خمسين من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس أجر خمسين من الصحابة هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهيئة قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه والمعنى أن الاكثار من العبادة في زمن الفتن يعادل الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا وذلك لأن الناس في زمن الفتن يغفلون عن العبادة فحثهم صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأعلم العباد بالشرع حثهم على الاكثار من عبادة في زمن الفتن ولا ريب أن الناس في زماننا هذا أحاطت بهم الفتن من أكثرها أحاطت بهم فتن المال وفتن النساء وفتن القتل وغيرها فأما فتن القتل والهرج فإن الهدي والسنة فيها الاستمساك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين والبقاء على بيعة ولي الأمر المسلم والحرص على أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين لا يشذ عنهم يعني مربنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة هذه فتنة من من الناس حتى من طلاب العلم يقول رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن أشغل نفسي بدل قراءة الصحف وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار يصلي بقدر الوقت الذي يستمعوا فيه الناس ويرون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين أمرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني إن العبادة واقتهرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني